نروح لأحمد عزب لاعب فريق سموحة واللي قرب بشكل كبير خلاص من الانتقال لدرجة نحن حطينا اسمه في القيمة يعني بشكل انهائي اللي هو طبعا الجهاز الفني يعني بشكل انهائي لنادي الزمالك عن شوائد كواليس كده في الصفقة البداية كانت انتقال عزب على سبيل الإعارة لنهاية بطولة كس العلم للأنديه بعدين حصل تواصل من إدارة الزمالك مع إدارة نادي سموحة انه يتم انتقال عزب بشكل انهائي للزمالك واللي خلنا الموضوع يوصل لبيع نهائي ليه ببيع نهائي لان اخر الموسم ده اخر موسم العزب مع سموحة هيكون free الموسم اللي جاي فسموحة فضل يعني التفكير اللي هو يعني ان انا عايزة استفيد ماديا فمجلس إدارة نادي سموحة فكر بشكل عملي وقال لك ان انا استفاد منه ماديا لانه هيبقى في نهاية الموسم خاصة وانه من افضل لعبي الفريق السكندري سموحة طلب مبلغ معين انا عن نفسي عارفاها لكن احنا مش عايزين نقوله تم تقليصه للنص تقريبا سموحة منتظر تحويل المبلغ اللي هو ان شاء الله خلاص الموضوع يعني اجراءات بسيطة جدا الموضوع هيكون تم الموضوع قرب ينتهي وده بالمناسبة عشان برضو جماهير الزمالك تبقى عارفة لان جماهير الزمالك بتحب اللي بيبقى متمسك وعايز يجي نادي الزمالك بيفرق معهم بيفرق مع الجماهير معنويا كمان الموضوع قرب ينتهي او انتهى بشكل يعني او بنسبة 90-95% زي ما بقول لحضراتكم الموضوع مجرد اجراءات متبقية يعني ده في ظل رغبة عزب نفسه انه عايز يلعب للزمالك عايز يكون متواجد في بطولة افريقيا وكاس العلم للاندية لان ده حلم لاي لعب انه يشارك في بطولات بالحجم ده زي ما حضراتكم عارفين يمكن في الباسكت البطولات الافريقية والعالمية وكاس العلم للاندية الموضوع مش سهل اوي مثلا زي كرة اليد هم على طول بيلعبوا كاسكو اسوى وابطال دوري وبيروحوا كاس العلم للاندية وسوبر افريكي يعني فيه زخم شوية عند كرة اليد ولكن الباسكت لأ الموضوع اصعب شوية فبالتالي اكيد هيكون حلم اي لعب انه يبقى متواجد في بطولات عالمية وقرية بالمستوى المحترم ده فطبعا كل التوفيق لعزب وكل التوفيق لفريق الزمالك بالكامل ان شاء الله خلال مباراة بكرة وخلال بطولة الافريقية وكاس العلم للاندية باذن الله